بسم الله الرحمن الرحيم اهلا بالكرام اخواننا المهتممين بشؤون تغذية النبات اهلا وسهلا بحضراتكم طبعا قلنا الليدروجين والكربون والاكسوجين بياخدهم النبات من المية ومن الهوى وقد ياخد برد بعض الاشياء منهم من الطربة تمام ولكن بقى خليني في الحاجات المهمة بالنسبة لنا اللي هي النيتروجين وباقية العناصر والنهار اللي بنتكلم عن النيتروجين النيتروجين دي يا جماعة بيتواجد في صورتين الصورة الاولينية هي الصورة العضوية والصورة التانية هي الصورة المعدنية تمام الصورة العضوية وهي نيتروجين عبارة عن المادة العضوية اللي انت بتضيفها للارض تمام وبيتواجد فيها النيتروجين على صورة امين ال H2 داخل في تركيب الاحماض الامنية والبروتينات تمام ودي صورة العضوية دي يا جماعة بتمثل كم بتمثل من 98% ل 99% من الكمية الكلية للنيتروجين في الأرض عبارة عن صورة عضوية طيب السؤال المهم هل النبات بيستفيد من الصورة العضوية دهية اطلاقا لا يمكن النبات يستفيد من الصورة العضوية دهية تمام وما ليستفاد من ايه يستفاد من الصورة المعدنية واللي هي بتمثل من 1% ل2% تمام وبتبقى في صورة النوستري اللي هي ايون النطرات او الامونيا اللي هو اله4 واللي تكلمنا عليها قبل كده وقلنا يا النبات يمتص النيتروجين يا على النوستري يا امان على اله4 اللي هي الامونيا يا النطرات يا الامونيا غير كده النبات ما يقدرش ياكل النيتروجين تمام بالبلدي كده بالنسبة للصورة العضوية ودي بتتمثل على اي مادة عضوية انت بتضيفها للارض سواء كانت المادة دهية عبارة عن النباتات مثلا متحللة زي الكمبوست النباتي اللي انت بتضيفه للتربة او سمدلس طابل اللي حضرتك بتاخده من تحت البهايم وبتضيفه للتربة تمام او الحيوانات بتضيفه للتربة او عبارة عن المحاصيل اللي بنسموه الجرين منيور او التسميد الاخضر اللي هو عبارة عن ان احنا نزرع الارض مثلا اول مرة تزرع في الاراضة الصحراوية عشان نزرع بطاطس تحت البيفوت او او الرشاشات او كده بنزرع محصول والمحصول ده هو تكون اه حاجة زي الشعير معها حاجة زي البقول برسيم مثلا بنزرعهم مع بعضهم بنحريطهم في الارض ده بيسموه الجرين منيور او التسميد الاخضر ده عبارة عن ايه عبارة عن مادة عضوية بتستفيد منها الارض تمام اه طيب الصورة المعدنية اه هي عبارة عن ايه عبارة عن ايه اي كيمويات انت بتضيفها سواء سلفت نشادر سواء يوريا سواء اه اه نطرات نشادر نطرات بوتاسيوم نطرات كالسيوم كل دي في مصادر للنيتروجين تمام طيب الصورة العضوية ده امتى يستفد منها النبات طيب سؤال بس قبل ما نخلص كده اراضي اوروبا دايما يا جماعة غنية بالمادة العضوية فيها قد تصل للمادة العضوية فيها لحوالي خمسة في المية او ستة في المية تمام دي فين دي في اراضي اوروبا تمام وديت ما بتحتاجش كتير من السماد الازوت اللي هي غنية بطبيعة الحال في القصة ده ايه طب الغينة دهوت بتاع المادة العضوية ده جاي لها منين السؤال المهم واحنا هنا يعني ما شاء الله بنكوح حطراب يعني الدنيا عندنا مش مزبوطة والمادة العضوية عندنا اه ضعيفة جدا في الارض قد تتجاوز نص او واحد في المية في الاراضي البيتاعتنا وطبعا الاراضي اللي هي الجديدة خالص اللي هي الصحراوية طبعا المادة العضوية كل كده كلام في النيتروجين على فكرة المادة العضوية مش موجودة اه او بكمية اصار بسيطة لا تتخيله يعني تمام اللي حصل عندنا ايه اللي حصل في اوروبا ان عندهم الامطار كتيرة تمام الامطار كتيرة الامطار لما بتنزل بتعمل ايه ها ها قول معي لما بتنزل بتعمل ايه بتبقى فيه تغطية كويسة من الاعشاب اللي نمي على سطحه التربة تمام تربة عندهم كويسة فالمطرة بتنزل الارض كلها بتلاقيها خضرة تمام انها بتدي بتعمل ايه انها بتديت مع عوامل الزمن بتاخد دورة الحياة بتاعتها في ستة شهور ولا في ثلاثة شهور الاعشاب ديت وبتبدأ تموت وبتتحلل وبتبقى مادة عضوية تمام فبالتالي المادة العضوية عندهم نتيجة الامطار الغزيرة بينمو النباتات عليها وبيعمل اه كفرينج كويس او تغطية للطربة كويسة وبالتالي بيبقى زي الجرين مانيورة عندنا او التسميد الاخضر النبات بيموت وبعد كده بيتحول لمادة عضوية مش كده وبس لا الاهم من كده كمان ان عندهم الجو بارد طب يعني ايه علاقة الجو البارد باللي احنا بتكلم فيه لا ما هو الجو البارد عنده يعني المادة العضوية دي ايه اللي بيحللها ها تمام مزبوط الكائنات الحياة الدقيقة والبكتيريا والحاجات دي كلها هي هي اللي بتحلل المادة العضوية طب وايه يعني تحلل المادة العضوية ما هو عنده بارد فالحاجات الكائنات الحياة الدقيقة ده هي تكسلانة فبيبقى معدى للتحليل بتاعها بطيء جدا ففيه تراكم كتير للمادة العضوية تمام طب نجي بقى على النقيد في الاراضي بتاعت الوطن العربي بتبص تلاقي نضرة الامطار عندنا فبالتالي مفيش اي غطاء خضري ولو كان حتى في غطاء خضري في بعض الاماكن فبنلاقي المشكلة ان الجو عندنا الحرارة المرتفعة وبالتالي فيه نشاط كتير للكائنات الحية الدقيقة فبالتالي الكائنات الحية الدقيقة ده هي من بكتيريا وفطريات والحاجات دي بتبدأ تكون سريعة جدا في اجسادة وتحلل المادة العضوية وبالتالي احنا بنقول نضيف مادة عضوية كل ست شهور تمام كل ست شهور تمام دي اللي انا عايز اتكلم فيه في المادة العضوية طيب او كله راجع للنيتروجين طبعا طب يا جماعة في حاجة بس معلش يعني في عملية او عمليتين لازم انت بتاع تغذية تبقى عرفهم جدا ودايما بتشوف الموضوع ده يعني انت لو مش اخد بالك بتلاقيه بيحصل لك لما بتبدأ تحط كومبوست فالسيادتك بتلاقي الكومبوست جاي لك التحليل بتاعه مكتوب في اه السي ان ريشيو يعني نسبة الكربون للنيتروجين السي ان ريشيو مكتوب كام مكتوب واحد مثلا ليه تسعتاشر واحد لعشرين الكلام ده كلته تمام طيب ايه علاقة للقصة دي العلاقة القصة دي كل ما كانت النسبة دي دايقة تمام لازم تكون دايقة يعني معنى كده ان الكومبوست بتاعك مزبوط يعني ايه من واحد لاربعتاشر واحد لخمستاشر المهم ما تزيدش عن واحد لعشرين تبقى النسبة عندك كده كويسة ليه لان فيه ضيق لعملية او لنسبة الكربون للنيتروجين في المادة العضوية اللي انت هتضيفها دهيت طيب لو كانت الحاجة دية طبعا اه كبيرة لو النسبة دي كبيرة معنى كده ان السمات بتاعك غير ناضج مش ناضج بالمرة مش مستوي يعني تمام طب لو كانت واحد لعشرين واحد لسبعتاشر واحد لخمستاشر لا ده سمات بتاعك مستوي طب هي هتفرق معي في ايه هقولك انا هتفرق معك في ايه اه هتفرق معك كمهندس بقى ركز في الحتة دي تمام وده الفرق بين اللي درس ولا ما درسي يعني وياريت ناقض الدورة بس بجد كده شوية اه حاول تفهمها يعني ولو ما فهمت ماش مني تكتب عملية المعدنة وعملية التمثيل واللي هي بتسمى المعدنة اللي هي والتمثيل بسموها تمام اه العملية لما احنا بنضيف يا جماعة المادة العضوية مستوية تمام ونسبة الكربون النيتروجين السي النوريشو فيها من واحد لأربعتاشر معنى كده المادة العضوية دهيت فيها نيتروجين وجاهز وتمام التمام والمادة العضوية متحللة وهتضيف للتربة وهتضيف للنبات وهتحسن القوام بتاعة الارض هتمدينها بعض العناصر الغذائية الميسرة فيها والدنيا تمام طب لو كانت زيادة طيب في الحالة دي دي النيتروجين طب لو كانت زيادة معلش لو كانت النسبة دي زيادة ونسبة الكربون للنيتروجين زي ما بتشوفها في الورقة تقريبا بتبقى مضروبة يعني في كل في معظم المعامل ويجي لك المندوق بتاع الكمبوست وقول لك شايفة بيه ده نسبة الكربون للنيتروجينة هي اه ما عرفتش على فكرة دي اكتر حاجة تهمني وفي التحليل بتاع الكمبوست وبرضو الحاجة اللي تهمني فيه اه نسبة الحشاية شوية النماتودة بالذات يعني تمام طيب يجي يقول لي طيب النسبة دي لو عالية جماعة لو كبيرة معنا كده ان النيتروجينة الكمبوست بتاعك الكمبوست بتاعك مش مستوي طب وايه المشكلة انه مش مستوي لا ما هو البكتيريا اللي في المادة العدوية والفطريات دي عايزة تاكل فمش تلاقي نتروجين جاهز فبتتطر تتغزع النتروجين اللي موجود في التربة بتتطر تتغزع النتروجين اللي موجود في التربة تمام طب وايه يعني لما تتغزع النتروجين في التربة دي في صالح النبات او مش في صالح النبات لا مش مصالح في النبات لان الكمية الميسرة اساسا ابتدت البكتيريا والحاجات اللي بتحل الفطريات والحاجات دي هي تبتدت تاكل المخزون اللي عندي في التربة تمام على المدى بعيد يا جماعة هللاقي العملية دي مفيدة لان كده كده اساسا البكتيريا والفطريات والحاجات دي بتموت وبعد كده بينفرد النتروجين اللي هو في الأجسام بتاعها وبيبقى في صالح النبات بس ايه على المدى البعيد لذلك فيه فرق بين حكتين ان انا عندي نسبة السين ريشيو بالنسبة للمحاصيل الباقولية بتكون ديئة للبرسيم مثلا بيتحلل كله لو انت حارت برسيم فيه اربع اسابيع بيكون متحلل كله طب لو شعير لأ نسبة الكربون النتروجين بتبقى عالية فيه ولذلك ما بننصحش بكده سؤال مهم جدا لو انت مسكت شوية أمح وقمت الأمح ده هو قمت زارعه او دارسه اسف دارس الأمح في الأرض بتاعتك مكان الجرن بتاع الأمح اللي انت عملته في الأرض بتاعتك دايما بكون أصفر ليه لان انت سيبت تبني مكان ما انت بتشيل تبني الأمح أو قش الأمح تمام مكان الدراسة بتاعتك مكان بتهدس ولذلك لما بتديت تزرع الأرض دورها بعد الأمح بتادت دورها يطلع أصفر معك بتادت أصفر أصفر معك ليه لان اساسا البكتيريا لقت القش بتاع الأمح فبتديت تحلل فيه والتحلل فيه عشان تعيش البكتيريا داي بتادت تستنزف من نتروجين اللي موجود أصلا في التربة عشان تحلل لك المادة العضوية الغير نبجة دهية او اللي مش مستوية اللي هي عبارة عن قش الأمح بتديت تحللها علشان تقدر تاخد المسار بتاعها الطبيعي تمام طب في الحالة دي اتعمل مهندس أنا أعمل في الشركات العملاقة لما بيحرط أش رز أش أسف في الشركات العملاقة لما بيحرط طبعا الكونباين بيبقى حصد الشعير في بيفوت مثلا أو الأمح في بيفوت لما بيبدأ هو في الأمح ده هو أو في الشعير ده هو يبدأ يزرع وراء حاجة زي البطاطس أو حاجة زي كده بيبدأ يحطوا يضيفوا إضافات عبارة عن سلفات النشادر عشان تتغذى عليها البكتيريا والحاجات اللي بتحلل المادة العضوية أو بقايا جزور الأمح والشعير لأنه نحن عارفين الحصدات أو الكونباين بتاع الأمح والشعير بقص من فوق كده بسيب له بتاع عشر خمس تاشر سنط فيه الحش من الجدر من تحت فده بيتطلب أن البكتيريا والمادة العضوية بيتطلب أن الحاجات البقاء ده تتتحلل فبالتالي بيبدأ يضيف حاجة زي سلفات النشادر كغذاء للبكتيريا دهية أو كتعويض عن الاستهلكته استنزيفته البكتيريا من نيتروجين الأوريدي جاهز في التربة وبحط سلفات النشادر بالذات ليه ما بحطش نطرات لأن النطرات مع أنه حيحطه مية حتتغسل لأنه بتحمل شحنات سالبة N-O3- فبالتالي بحط سلفات الأمونيا أو سلفات النشادر لأنها عبارة عن نيتروجين وفي جزء منها كابريت الكابريت طبعا بيعتبر بقلل البيئتش بتاعة التربة والأمونيا اللي فيها عبارة عن الأمونيوم اللي فيها عبارة عن شحنات موجبة والتربة أو الحبيبات التربة بتحمل شحنات سالبة فبيحصل لها أن هي بتمسك الحبيبات مصاصة على الحبيبات بتاعة التربة وما بيحصل لها عمليات غسيل زي اللي ممكن يحصل للنطرات بنقف كم كده عشر دقيقة تلاتتاشر دقيقة بنقف لحد كده عند عملية النتروجين بس أهم حاجة تركزلي على أن النتروجين فيه عبارة ملخص بتاعك أو الكونكولوجين اللي من نتروجين بيبقى فيه عبارة عن شق معدني وشق عضوي العضوي بيمثل من 97 ل 98 ل 99 في المية المعدني بيمثل ل 1 ل 2 في المية تمام نسبة المادة العضوية بتتحكم لنا في القصة دهية أراضي الشرق الأوسط أو في الأراضي الأقاليم الحارة بتبقى فيها المادة العضوية شكلها إيه بيلزمني فيه الكمبوست اللي بيجي لك كمهندس في المزرعة بتحط عينك على حاجة اللي هي وقلنا عملية فيها بتبقى عبارة عن عملية بيحصل فيها لازم تكون ديئة لأن لو هي عالية لو هي عالية من واحد مثلا لفوق الـ 20 واحد لـ 25 واحد لـ 22 واحد لـ 21 ديئة بتبقى عالية بيحصل فيها عملية يعني عملية تمثيل يعني 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 النتروجين العضوي النتروجين المعدني اللي في التربة بيتحول لنتروجين عضوي فيه أجسام البكتيريا والفطريات دهيا على النقيد لو عندك السماد ناضج عندك وتمام التمام والكمبوست عندك مستوي تمام التمام بيحصل العكس بيحصل من يعني أو عملية المعدنة يعني النتروجين العضوي بتحول البكتيريا دهية لنتروجين معدني مشكركم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتقل في الحلقة القادمة